كثير من الناس اليوم يخشى زوال النعمة يخشى ضيق العيش في المستقبل يخشى الغلاء الوباء يخشى الظروف يعني يخشى الحروب يخشى أن ينقلب الوضع إلى وضع أسوأ مثلا فتجد الكثير من الناس يكنز المال يحمل الهموم ليس سعيدا في حياته هناك آية آية واحدة في القرآن الكريم انظر معي أخي الحبيب بل هي جزء من آية وإستأذن ربكم لئي شكرتم لأزيدنكم انظر معي إلى هذه الكلمات الرائعة فعلا المريحة للقلب وهذا الوعد وعد من الله ليس وعد من إنسان يخلف وعده بل هو وعد من لا يخلف المعاد سبحانه وتعالى لئي شكرتم لأزيدنكم معادلة واضحة جدا تريد أن تزداد هذه النعم أشكر الله هي كلمة فقط أن تقول الحمد لله كم هي سهلة وكم من الناس يغفلون عنها ولكن أخي الحبيب اليوم أنا سأتأمل أسرار هذه الكلمة أسرار الحمد ما معنى الحمد لله وكيف نقول الحمد لله هناك إنسان سأعطيك مثال يعني أبدأ به تقول له كيف حالك يقول الحمد لله الأمور تعيسة ثم يقول الحمد لله رزقي ضيق لماذا الله يفعل بهذا ما الذي فعلته حتى يضيق الله علي رزقي ما الذي فعلته حتى أمرض ما الذي فعلته حتى كذا 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 أنت حقيقة تقول كلام لا تفهمه أنت تقول الحمد لله أنت لا تفهم ما معنى الحمد لله لأن عبارة الحمد لله مليئة بالرضا عندما تقول الحمد لله يجب أن تشعر بالرضا عن الله الذي تحمده وإلا أنت تحمد إلهم أنت غير راض عنه أنت ألا تثق بالله ألا تثق أن هذا الخالق العظيم يعلم الغيب ويعلم مصلحتك أين فعندما يضيق عليك الرزق هو يحقق مصلحتك ويحقق الخير لك ثق تماما فأنت عندما تقول الحمد لله أول شيء يجب أن تشعر بالرضا الشيء الثاني يجب أن تستيقن أن كل ما نزل بك من مرض وبلاء ونقص وظلم وأذى هو بأمر الله فيه مصلحة لك فيه خير لك الله يريد أن يرفع درجتك عنده لأن هذه الدنيا هي دار بلاء مؤقتة أنت في حالة اختبار الآن نحن كلنا في حالة اختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا هل ترضى بقضاء الله هل تثق بوعد الله أنه سيرزقك ولكن تحتاج للصبر إذن أخي الحبيب هنا الحمد لله ليست هي كلمة تقولها وتكررها آلاف المرات إذا لم تستيقن بها لا تستفيد شيئا إذا لم تستيقن بأنك الآن في حالة نعمة أنت الآن مهما كان وضعك سيئا أنت في نعمة من الله انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف فهم الحمد قال عجبت لحال المؤمن أو لشأن المؤمن شأنه كله له خير حاله كله خير تخيل المؤمن كل حاله خير إذا أصابته سراء سرور يعني جاءه رزق جاءه طفل جميل رزقه الله بطفل رزقه الله بزوجة صالحة رزقه الله بمال رزقه الله براحة البال إذا أصابته سراء من السرور يعني والفرح شكر فكان خير الله يعني يقول الحمد لله وإذا أصابته ضراء يعني مرض حادث تسلط عليه أحد يؤذيه يزعجه نقص في الرزق من الضر يعني من الضرر إذا أصابته ضراء ماذا يفعل؟ صبر أيضا فكان خير الله فالمؤمن يتقلب بين الشكر والصبر عندما يصيبك خير تقول الحمد لله عندما يصيبك شر تقول فصبر جميل كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون هنا أخي الحبيب عندما تشعر بالرضى عن قضاء الله بالرضى عن اختيار الله لك والله سوف تشعر بلذة الحمد بلذة عظيمة جدا عندما تقول الحمد لله هذا ما أريد أن أوصله لك أخي الحبيب لأن تتمت الآية ماذا تقول؟ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَا شَدِيدَ وَلَا يَوْضُ بِاللَّهِ انظر وضع الشكر مقابل الكفر كأن الله يريد أن يقول لك من لا يشكر الله دخل في باب الكفر لا يوجد حل وسط الإنسان إما أن يكون شاكرا أو كفورا إما أن تشكر الله تقول الحمد لله أو تكفر بنعمة الله كثير من الناس اليوم يكفرون بنعمة الله ما معنى كفر جحد كفر يعني جحد يجحدون نعمة الله كيف يجحدها؟ يعطيه الله عز وجل يعطيه المال فلا ينفقه في سبيل الله يجحد يعطيه الصحة والقوة فيستعملها في معصية الله كفر نعمة الله يعطيه السلطة فيسيء استخدامها فيظلم الناس يفتري على الناس فهذا كفر بنعمة الله فإذن أخي الحبيب هنا نريد أن نوسع مفهومنا لمعنى الشكر الشكر ليس هو مجرد كلمة تقولها الشكر هو الثقافة ثقافة حياة في كل لحظة تقول الحمد لله عندما تخلو بنفسك في ظلام الليل تتذكر نعمة الله عليك أنه خلقك أولا فتقول الحمد لله تتذكر أنه رزقك نعمة السمع والبصر وهناك الملايين حرموا من هذه النعم فتقول الحمد لله يعني بكل يقين وكل راحة وكل رضا عندما تتذكر أن الله أكرمك بنعمة الإسلام أنه أنك لم تكون ملحدا ولا ياذب الله فتقول الحمد لله على نعمة الإسلام كثرة الحمد أخي الحبيب تؤدي بك إلى الحفاظ على النعمة أولا التي أنت فيها وإلى زيادة النعم لأي شكرتم لأزيدنكم طيب هل الشكر مجرد الحمد لله لا من من ظلال الحمد أن تحسن استخدام النعمة يعني الله أعطاك المال لا تبخل به على أحد فالشكر نعمة المال أن تؤدي زكاتها أن تساعد الفقراء إذا مكنك الله من منصب تستطيع أن تساعد من خلاله الناس فشكرك لله هو مساعدتك لمن يحتاج إلى خدمة دون مقابل طبعا ابتغاء وجه الله إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى علما ليس من الضروري العلم الشرعي علم في أي مجال أنقله لغيرك هذا شكر على العلم هناك من الناس من يحتكر المعلومة وبعض العلماء يضع حقوق نشر وكذا وكذا ويحرم يعني نشر هذا الكتاب إلا أن تدفع يعني بهذا المعنى فمثل هذا الإنسان حرم نفسه من الأجر لم يؤدي شكر نعمة العلم لذلك انظر إلى علمائنا البخاري ومسلم والشافع والبوحنيفة العلماء هؤلاء الأئمة الكبار لم يضعوا حقوق نشر على كتبهم كانت متاحة للجميع بل كانوا يفنون حياتهم في نشر هذا العلم لوجه الله لا يريدون أجرا لا يريدون جزاء ولا شكور إذا أطعمت إنسان لا تنتظر منه أن يشكرك قل في نفسك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور أي نعمة يكرمك الله بها مباشرة احمد الله بلسانك وبأفعالك يعني عمل القلب واللسان وهو الشكر الحمد لله وعمل الجوارح ما هي؟ أن تزكي أن تتصدق أن تساعد الناس أن تنشر العلم أن تعطي شيئا من هذه النعمة لمن يحتاجها إذن الشكر تحمد الله كلمة بسيطة جدا من عظمة هذه الكلمة أن الله بدأ بها كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماذا نقول نحن في الصلاة وفي قراءة القرآن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بعدها مباشرة الحمد لله رب العالمين لذلك عبارة مهمة جدا لا تغفل عنها وبخاصة بعض الصلوات النبي كان يحمد الله 33 مرة في خمس أوقات أضرب كم العدد مئات المرات يحمد الله كل يوم يسبح الله مئات المرات يكبر الله مئات المرات الله أكبر لذلك أخي الكريم لا تغفل عن الحمد لله عز وجل الحمد لله أن تقول هذه الكلمة وأنت راضي عن نعم الله وأنت مستيقن أن رزقك سيزداد ببركة هذه الكلمة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم هموم الدنيا وهموم الرزق وأن يكرمنا برزق الآخرة فهو القائل ورزق ربك خير وأبقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر